إذن كريم كيف ترصد لنا أيضا الاستعدادات فيما تقف الآن حيث تبدو الاستعدادات على قدم وساق خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية وضرتوش الأخيرة على الاستعدادات هما يمكن أن نقول أن قوات الأمن تتمركز في جميع أنحاء ميدان التحرير والشوارع المحيطة بالموكب الملكي الذي سيمر من هنا بعد ساعات قليلة من الآن بعيدا عن الاستعدادات الأمنية أيضا بدأ دخول الإعلاميين وصحفيين منذ ساعات قليلة من هذه الأثناء هناك أكثر من أربعمائة قناة دولية والحدث سيصلت عليه الضوء عالميا بداية من الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة هذا الحدث يراقبه الجميع من القاهرة من هذا المكان وعلى بعد أمطار قليلة من المتحف المصري سينطلق الموكب في خمسة وأربعين دقيقة حتى وصوله إلى متحف الحضارة والسبب الذي دفع وزارة الأثار المصرية للقيام بهذا الحدث وعلى لسان وزير الأثار والسياحة المصري دكتور خلد عناني كان تحدث عن أنهم يريدون أن يظهروا للعالم مدى جماليات هذه المميوات وهؤلاء الملوك وهذا الحدث العالمي خصوصا أن هناك نظرة عالمية لهؤلاء الملوك والموكب الذي سيمر من هذا المكان وأنهم يريدون أن يعرضوا الملوك بشكل جمالي أكثر من ما هو عليه الآن في المتحف المصري في هذه الأثناء وسيتم العرض بصورة أكثر إلى الواقع وسيكون الملوك في غرف مظلمة سوداء داخل المتحف الحضارات وبالتالي سيكون المشهد أكثر واقعية بالنسبة للزوار الذين سيضرون المتحف خلال الأيام المقبلة سيمر الموكب بعدد من المحطات كما ذكر زميلنا محمد الحمروي منذ قليل ما الذي سيحدث بالتحديد في أول محطة وهي ميدان التحرير نقطة الانطلاق منذ أو بداية من انطلاق سيتم إطلاق 21 طلقة في الهواء إذانا بمرور الموكب الملكي هناك تواجد للشرطة العسكرية بالإضافة أيضا إلى هناك تواجد أو تجهيزات للاحتفالات الأخرى هناك عدد من الفنانين سيشاركون في هذا الحدث لإبهار العالم بصورة الجمالية خلال الأيام الماضية بل خلال الشهر الماضي كانت هناك عدد من البرورات لهذا الحفل للتعريف أو التجهيز لهذا الحفل حتى يكون حدث على المستوى العالمي وبالتالي مصر تريد أن تظهر صورة جمالية من خلال هذا الحدث بالفعاليات التي ستحدث من خلال المحطات التي ستبدأ من ميدان التحرير مرورا بسيمون بوليفار ووصولا إلى منطقة الفستاط أي موقع متحف الحضارة المصري